اشتركوا في القناة حوكمة في المؤسسات الحكومية برئاسة السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء وعضوية كل من أحمد زايد الزايد رئيس ديوان الخدمة المدنية محمد علي القائد رئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الدكتور رائد محمد بن شمس مدير عامي معهد الإدارة العامة ندى أحمد ياسين مستشاري الإدارة الرشيدة في وزارة شؤون مجلس الوزراء إبراهيم علي تميمي مدير إدارة المعلومات في ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وتكون مدة العضوية في اللجنة سنتين ويجوز تجديد هذه المدة لمدد أخرى مماثلة المدة الثانية على وزير شؤون مجلس الوزراء والمعنيين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية كما نص القرار الثاني رقم سبعة عشر لسنة الفين وستة عشر بتشكيل مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية على التالي المدة الأولى يشكل مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية ويشار إليه في هذا القرار بكلمة المجلس على النحو الآتي المهندس عبد المجيد بشير القصاب رئيسا المهندس وفاء عبد الرحمن المنصور نائبا للرئيس وعضوية كل من المهندسة عفة رضا حسين المهندس مسعود إبراهيم الهرمي المهندس غازي سعيد الصالح المهندس عمار راشد الخشرم المهندس عبد الغني عبد النبي خلف المهندسة شهربان أحمد حسين شريف المهندس ثامر محمد صلاح الدين وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة المدة الثانية يكون للمجلس الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 51 لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية المدة الثالثة تحدد مكافآة رئيس وأعضاء المجلس طبقا للمرسوم رقم 19 لسنة 2014 بشأن مكافآة الرؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية والقواعد الواردة بالقرار رقم 25 لسنة 2015 بشأن المعايير والقواعد الخاصة بمنح مكافآة لرؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية ومسؤوليات الجهات الحكومية المختصة وإجراءات التنفيذ المدة الرابعة يلغى القرار رقم 11 لسنة 2013 بإعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية المدة الخامسة على وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية